أحمد أعتقد عاد إلينا مرة أخرى أحمد عبد الرازق أحمد أتمنى تكون أرحبكي مرة أخرى وانتهت منذ قليل كما ذكرت الجلسة التحضيرية لاجتماع القاهرة الخامس للمحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية الأفريقية والمزمع عقده في النصف الثاني من هذا العام وهو برعاية رئاسية وبمشاركة ما يزيد عن أربعين دولة أفريقية اسمح لي لما أن أتشرف في هذه الرسالة بلقاء معالي المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ليطلعنا بمزيد من التفاصيل حول هذه الجلسة وعن هذا الاجتماع معالي المستشار أرحبك على شاشة أكسترا نيوز ويعني دعنا نبدأ بالحديث إذا تفضلت عن أهم المحاور التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها للمشاركين في هذه الجلسة شكرا أولا هذا المؤتمر هو المؤتمر الخامس لرأساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمحاكم العليا الأفريقية واليوم بدأ بالاجتماع الافتراضي التحضيري للمؤتمر الذي سيُعقد في نهاية شهر يونيو من هذا العام هذا المؤتمر تفضل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي برعايته وبإلقاء كلمة فيه هذه الرعاية الكريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المؤتمر أعطت المؤتمر أهمية خاصة وقيمة كبيرة ودفعة قوية ليتدارس المؤتمرون والمجتمعون في كلماتهم وفي حواراتهم وفي مناقشاتهم كافة القضايا الإفريقية المتعلقة بالدول الإفريقية من حقوق الإنسان ومن حريات المواطنين وكافة الموضوعات التي يتناولها هذا المؤتمر والكلمة القيمة التي تفضل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إلقائها في هذا المؤتمر اجتملت على محاورة عدة أبرضها ثلاثة محاور المحور الأول جائحة كورونا وما ترتب على هذه الجائحة من تأثيرات في اقتصاديات الدول الإفريقية هذه الجائحة التي اجتاحت العالم كله ومنها الدول الإفريقية وكان تأثيرها قويا على إفريقيا بالذات مصر بزلت مجهودات كبيرة لمواجهة جائحة كورونا والحد من أثار الجائحة على المواطنين المصريين حفاظا على المواطن المصري وحماية لصحته وهذه الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا هي إجراءات من منظومة صحية كبيرة تبناها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر وهي المتعلقة بصحة المواطنين مليون صحة وغيرها من المبادرات التي تفضل بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنتجت ثمارها وأثارها بالنسبة للمواطن المصري وكانت هذه الإجراءات التي أولتها الحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكانت لهذه الإجراءات قيمة كبيرة في حماية وتأثير كبير في حماية المواطن المصري والحد من أثار جائحة كورونا على المواطن المصري مقارنة بالدول الأخرى في العالم كله وما ترتب على هذه الجائحة في العالم كله من وفيات وغيرها من أثار سيئة وسلبية من هذه الجائحة إلا إن مصر بفضل الله وأقول بفضل الله ثم بمجهودات الحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حد من تأثير الجائحة على المواطن المصري المحور الثاني وهو البنية التحتية أو البنية الأساسية التي شهدتها مصر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول هذا المحور وتناوله لكي يدفع الدول الإفريقية ولأن تتخذ إجراءات مثل ما اتخذته مصر في تحقيق التنمية أو تنمية البنية الأساسية أو إعادة تحقيق التطور في البنية الأساسية في جمهورية مصر العربية هذا المجهود الذي بزله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في البنية الأساسية البنية التحتية لجمهورية مصر العربية مجهود كبير بزله الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة التي تولى وتولى فيها قيادة هذا البلد وهذه المجهودات ما كانت لتتم إلا في عشرات السنين إلا أن الله وفق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي تتم هذه المجهودات في البنية التحتية والبنية الأساسية في وقت وجزء وما زالت الإجراءات مستمرة وما زال المواطن المصري يشعر بما ترتب على هذه البنية من أصار إيجابية يحس ويعيشها المواطن المصري بالتالي فما يبزله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر به المواطن المصري وهذا جهد يشكر عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحور الثالث الذي تناولته الكلمة الطيبة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر هو مكافحة الإرهاب وهذا الذي تناوله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس أول مرة وإنما الرئيس عبد الفتاح السيسي له دور كبير ودور رئيس وأساس في مكافحة الإرهاب هو أول من دع العالم كله للتكاتف وللتعاون في ما بين الدول العالم كله لمكافحة الإرهاب لأن الإرهاب لا وطن له الإرهاب لا دين له لأن الإرهاب لا يفرق بين مواطن ومواطن ولا يفرق بين دولة وأخرى وإنما الإرهاب حينما يكتاح فيكتاح كل البلاد ولذلك كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من دعا إلى تكاتف دول العالم لمكافحة الإرهاب وقد رأينا جميعا كشعب مصر كمواطنين مصريين ما بزله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما كلف به القوات المسلحة وقوات الأمن وما قامت به تلك القوات القوات المسلحة وقوات الأمن من دحض وبتر الإرهاب من قذوره بما جعل المواطن المصري يشعر بالأمن والاستقرار في بيته في شارعه في مدينته في قريته وأصبح الأمن المصري الآن علامة بارزة في الجمهورية مصر العربية كان الأمن في الفترة السابقة على الرئيس عبد الفتاح السيسي كان غائبا إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الأمنة والأمانة لمصر والمواطن المصري ذلك كله بفضل الله ثم بمجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل وبمجهود قواتنا المسلحة وقوات الأمن المصري في ضحض هذا الإرهاب والقضاء عليه يعني معاني المستشار ما هي أهم الملفات أو الموضوعات التي من المتوقع أن تتضمنها أجندة الاجتماع الخامس المزمى عقده في النصف الثاني من هذا العام هو موضوع هام جدا وهو العدالة الإلكترونية نريد أن نصل في دول إفريقيا وفي المحاكم الإفريقية سواء المحاكم العليا وغير العليا والمحاكم الدستورية وغير المدستورية في القضاء الإفريقي نريد أن نحقق العدالة الإلكترونية وتحقيق العدالة الإلكترونية يؤدي إلى منح الحقوق والحريات للمواطن المصري ودون مشقة ودون عناء وهذا أسمى ما توفره الدول الإفريقية لمواطنية لا شك أن هذا الاجتماع يعكس أو يبلور الدور الريادي لمصر في الفضاء الدستوري والقضاء في القارة الإفريقية فكيف تلقى رؤساء المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية هذا الدور الذي طلعت به مصر سيدي مصر ليست دولة حديثة مصر لها جزور ضاربة في أعماق التاريخ لها حضارة سبع تلاف سنة مصر أول من عرفت القضاء تنظيما وأول من عرفت العدالة تنظيما فمصر دورها رائد في إفريقيا ليس من الآن وإنما الدور الرائد الذي تمارسه مصر في العدالة الإفريقية وفي القضاء الإفريقي هو امتداد لدورها الرئيسي في العدالة منذ القدم أيضا مصر تمارس دورا رائدا في ميدان العدالة الإفريقية كما تمارس مصر أيضا دورا كبيرا في كافة المجالات في القارة الإفريقية في غير العدالة مصر رائدة بحكم موقعها بحكم عبقرية موقعها بحكم تاريخها بحكم أنها دولة طائمة منذ القدم تعرف العدالة تنظيما وتعرف العدالة قضاءا وتعرف العدالة حكما وهذه التجربة المصرية العريقة في العدالة بتنقلها مصر إلى شقيقاتها الإفريقيات وقد رأينا اليوم هذا الأثر لنقل العدالة ونقل التجربة المصرية للدول الإفريقية لدى أشقائنا الأفارقة فهم يحمدون التجربة المصرية ومعجبون بالتجربة المصرية ويريدون أن ينقلوا التجربة المصرية لديهم وما ذلك إلا تقديرا لدور مصر في كافة المجالات وفي كافة الميادين ومنها ميدان العدالة الإفريقية أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذه المعلومات كنت معنا معالي المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا إذن لما هذا هو ما يحدث في مصر هذا هو الدور الذي تطلع به مصر وهي عليه قادرة أعود إليك مرة أخرى لما أحمد بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وكل هذه المعلومات أحمد عبد الرازق زميل ومراسل أكسترانيوز وهذا اللقاء الخاص مع المستشار سعيد مرعي طبعا رئيس المحكمة